هكذا كان المشهد في سماء أربيل قبلها بأقل من 24 ساعة مشهد مشابه في أجواء بغداد أجواء حرب فعليا لا مجازا لكن بين من وعلى أرض من هنا إيران تسوق أدواتها لتنفيذ هجمات مستمرة على قواعد واشنطن وسفارتها في العراق في البدء كانت صواريخ الكاتيوش العمياء رفعت إيران وميليشاتها سقف الهجمات لتدشن هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة تلك التجربة التي استهلتها ميليش الحوثي في اليمن ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مطار أربيل ولا يعتقد أن تكون الأخيرة غير أن الهجوم كان بعشرين صاروخا وثلاث طائرات مسيرة فشلت في إحداث أي ضرر في المطار أو ربما نجحت بمهمتها أصلا إذ يرى كثيرون أن الهدف من هجمات الميليشيات سياسي لا عسكري الأول يؤخذ من إسلوب شد الحبال بين واشنطن وطهران أما العسكري فالميليشيات لا تريد استفزاز واشنطن وإيقاع الخسائر بجنودها خشية من ردة الفعل الأمريكية القاسية حكومة الكاظمي لا تملك من الأمر شيئا سوى الإدانة تارة تدين هجمات الميليشيات وأخرى تستنكر القصف الأمريكي وفي كل الحالتين يتوحد الوصف بانتهاك السيادة وهذه الأخيرة شماعة يستخدمها الجميع حتى أولئك الذين لا يخفون ولاءهم لإيران ويتحدثون عن مقاومة الاحتلال الأمريكي احتلال كان موجودا منذ العام 2003 لكن لم تتغير النظرة له إلا بعد تصاعد التنافس على النفوذ بين أمريكا وإيران تطور هجمات الميليشيات يرتبط إلى حد كبير بأجواء مباحثات فيينا حول إيران لكنه يفاقم الوضع الهش في العراق خصوصا مع انهيار يتلمسه العراقيون في مختلف جوانب الحياة مترافق مع صطوة مطلقة للميليشيات وتلاشي مفهوم الدولة والمؤسسات هذا هو العراق في السنة الثامنة عشر من الاحتلال